نروح أخيراً للمنتخب الأولمبي المنتخب الأولمبي زي ما احنا شفنا لعب ماتشين أمام منتخب جنوب أفريقيا ظهر المنتخب المصري مع كانت تنشاوي غريب بشكل ما شاء الله رائع كل اللعيبة فرمة كانت تنشاوي غريب المباراة الأولى فوزنا فيها 2-0 مصطفى محمد أحرز هدفين رائعين المباراة التانية 3-0 أحمد ياسر ريان وصلاح محسن أحمد ياسر ريان هدفين وصلاح محسن الهدف الثالث المنتخب ظهر بشكل جيد استعداد بدني واستعداد فني جيد كابتن شاوي غريب ادى مساحة لكل اللعبين الموجودين علشان قبل ما يحدد لـ 22 يبقى شارك كل اللعيبة لكن كابتن شاوي غريب المدير الفني أكيد مليون في المية هو حاطت في دماؤه 95% من القائمة الموجودة والقائمة اللي هتسافر لكن بيدي المساحة للكل علشان ما يظلمش حد لكن هو مدي المساحة للكل فعارف هو تنشاوي العدد اللي هيكون موجود معاه في أولمبياد توكيو زي ما بنقول المنتخب الأولمبي عنده صعوبات صعوبات خلال الفترة القادمة كله هيتبين وكله هيظهر أول حاجة وجود محمد صلاح وجود محمد صلاح يعني عامل مهم ومؤثر إن يكون موجود مع المنتخب الأولمبي محمد صلاح قيمة كبيرة محمد صلاح نجم كبير هيدي دفعة معنوية كبيرة للعبين محمد صلاح يعني هيكون قوة ضاربة للمنتخب الأولمبي في الأولمبياد لو تواجد الجهاز الإداري والمنتخب الأولمبي أرسل لليفربول خطاب علشان يكون موجود لسه ليفربول ما ردش سواء آه أو لأ خلال الفترة القادمة هيتبين لكن لسه الأمور ما حصمتش بشكل كبير بالنسب كبيرة محمد صلاح ممكن ما يبقاش موجود ممكن يجد جديد ويكون محمد صلاح موجود ده لسه لنشوفه خلال الفترة القادمة لكن مصطفى محمد وايضا مصطفى محمد من العناصر المهمة في المنتخب الأولمبي مصطفى محمد شفناه ودوره المهم في كأس الأمم هنا تحت 23 سنة كان هداف البطولة كان عنصر مهم جدا كان بيحرز أهداف مؤسرة في البطولة حت التواجده بقى مع جلالة أصرية تركي عندها مباريات مهمة في بطولة أوروبا في الأدوار التمهيدية مصطفى محمد عنده رغبة كبيرة جدا إن المشوار اللي ابتداء من الأول يكمله ويحقق إنجاز مع المنتخب المنتخب اللي من جيله جيل 97 هو حابب يكون موجود أكيد مصطفى محمد هيدغط على نادي جلالة أصرية تركي إنه يكون موجود مع المنتخب الأولمبي برضو حتة ترتيب المباراة في الجدول أو حتة المباراة الأولى في الأولمبياد المنتخب هيقابل منتخب أسبانيا الأول بعد كده منتخب الأرجنتين بعد كده منتخب أستراليا حتة الفرق ما بين كل مباراة ومباراة يومين ده مش كافي لاستعادة الشفاء اللاعبين أو الاستشفاء لللاعبين خاصة إن المباراة الأولى هتكون دي ضربة البداية دايما ضربة البداية بتكون مهمة جدا لما هتقابل منتخب أسبانيا ومنتخب اسبانيا من الفرق الموشحة للوصول للنهاية البطولة فانت النهاردة بتقابل فريق بطل في بداية البطولة علشان كده لو منتخب مصر عدى المباراة الاولى امام منتخب اسبانيا فبقاكد لحضراتكم ان منتخب مصر ممكن يوصل لنقطة بعيدة في الولمبياد ما شاء الله عندنا في الجيل ده عن نصر مميزة بنشوف في الاهلي بنشوف في الزمالك بنشوف في الاسماعيلي بنشوف لعبة ما شاء الله مميزة جدا في المنتخب الولمبياد